وإلى ملف آخر إلى سوريا تتراجع تحركات الميليشيات المدعومة من إيران على الأراضي السورية بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة هذا ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال أيضا أن تراجع تحركات الميليشيات جاء بعد تحذير روسي خشية استهدافات جوية قد تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هذه الميليشيات أعادت نشر قواتها وقيادتها في مناطق أخرى أكثر أمنا بحسب المرصد وتحديدا في منطقة غرب الفرات كالميادين والبكامال ودير الزور بالإضافة لحلب وريف دمشق الجنوبي والغربي وقرب الحدود مع لبنان وفي هذا السياق كان المرصد نشر في وقت سابق معلومات أشارت إلى أن قادة الميليشيات المدعومة من إيران أصدروا أوامل لعناصرهم بالتوارع عن الأنظار في محافظة دير الزور وأمروهم بعدم مغادرة مقراتهم إلا إذا اقتضت الضرورة خوفا من عمليات اغتيال محتملة هذه التطورات تأتي بعد نحو أسبوعين من استهداف إسرائيل لمطار حلب الدولي ومحيطه ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتضرري مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة كذلك شهدت منطقة دير الزور اشتباكات بين ميليشيات إيرانية والقوات الأمريكية منذ أشهر فضلا على استهدافات المتبادلة بين قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف شرق سوريا وعناصر ميليشيات تتمركز في محيط المنطقة المعروفة بـ 55 حسب المرصد ترجمة نانسي قنقر